وعلى طول طبعاً مبارح منتخبنا لعب مباراته الودية الأولى والأخيرة طبعاً قبل الصفر لكودفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية أكيد كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني بين هما حققوا اللقب الثامن وتحقيق كمان حلم ملايين المصريين تعالوا بقى نتكلم شوي عن الماتش مبارح ولا سيما إن في بعض التحفزات على الأداء يعني في ناس شافت إن الأداء ما كانش قوي للدرجة المرضية بس تعالوا نقف كده عند واقع معين وبرضو لو رجعنا من خلاله للتاريخ حلان الكلام ده حصل أكتر من مرة يعني طول الوقت المنتخب المصري لما يكون مستوى مهزوز نسبياً قبل انطلاق البطولة عادةً ده بيكون فال خير للمنتخب ليه؟ ودي معادلة غريبة قوي جداً وما بتحصلش غير عندنا كاس الأمم سنة 86 لو حضرتكم فاكرين اللي طبعاً وقتكت مصر هي المنظمها منتخب مصر خسر اللقاء الافتتاحي قدام السنغال 1-0 كل الناس وقتها يعني ادائت جداً وأحبطت جداً وفقدت الأمل في الحصول على اللقب لكن اللي حصل إيه؟ اللي حصل للمنتخب المصري رجع وحقق فوز وراء فوز وراء فوز وحقق اللقب في ماتش النهائي على حساب الكاميرون بضربات الجزاء الترجحية دي مرة مرة تانية سنة 98 كابتن محمود الجهر يا الله يرحمه قال وقتها وكنت انت برح متكريمة على التفصيلة ديانها واندن قال ان المنتخب المصري ما معناه اعمله حسابك ان هو مش هحقق أكبر أو أبعد من المركز اللي 12 وكل الناس برضو كانت متوقعة ان بالتالي المنتخب هيخرج من دور المجموعات لكن ايه اللي حصل المنتخب؟ فاجئ الكل بمستوى رائع جداً 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 ونجح في النهاية في انه يحصل على لقب هذه البطولة بالفوز في المباراة النهائية على جنوب افريقيا بنتيجة 2-0 فلعله خير هو لعله خير ولسه فيه تاريخ بيثبت كلامك أكتر لكن ايه الشقة برضو خاص بالتصريحات كابتن محمود الجهر يا الله يرحمه كان من المدرين الفنيين ومن الناس اللي تعرف قوي تشتغل وتلعب على الشقة النفسي يعني يقدر بتصريحاته وبأداءه والتشكيل كمال والتشكيل اللي هو بيختاره ان هو يؤثر على نفسية المنافس ده رقم واحد وتاني حاجة يعني ما بيفرقش معاك كان اي تصريحات اي ضغطات اي قراءة شخصية اي حتى انتقادات للجماهير خليه يقول لحضراتكم يعني مش فكرة انهم ما بيفرقش معاك كان الجماهير لكن الانتقادات كانت لا تعنيه راجل كان عارف كويس قوي هو هيوصل لفين وكان مركز في ده شو ام دلوقتي ناس تحبيني بس لما اوصل انا عارف ان هم هيغيروا رأيهم عارف ان هم هيسندوني عارف ان انا هفرحهم فكابتن جوهري بصراحة لا يعود وانا بشوفه كان من اذكى المدرين الفنيين يسيبك من الشقة الفني ده كان عظيم فيه لكن كان على المستوى الشخصي كمان يعني والذكاء لا كان بجد رائع رائع وكان بيشتغل بشغل او بطريقة محترفة يعني انا من ناس اللي كنت يعني فعلا فعلا بحبه جدا ويمكن معصرنهوش كتير لكن زي ما بنقول البني ادم بيرحل لكن تاريخه بيبقى واللي هو قدمه بيبقى ومتداول وما لا ينتهي يعني لا ينتهي حقيقي فهو كان بيشتغل على الشقة ده بصراحة فهو شقة مهمة جدا لكن كمان لو انت هتتكلم بقى في اللي هي الحاجات الغريبة اللي بتحصل سميها مفارقات سميها بفعلا الحاجات عليها يعني علامات استفهام يبقى فعلا اداء بتاعك وحش او اداء بتاعك متدني جدا وتلاقي نفسك في الاخر فايز بالبطولة يعني انا هرجع تاني كمان مع بداية او قبل بداية كمان كاس الامم اللي كانت اقيمت لو حضراتك فاكرين في مصر كان 2006 منتخب مصر وقتها خسر على استاد القاهرة كان هدفين مقابل لا شيء وقتها كان الناس كلها شككت اصلا في منتخب مصر لكن منتخب قدر انه هم ونجحوا انه هم يحققوا اللقب كان وقتها على حساب قدف وار في النهائي بدرابات الجزاء وقتها كانت مباراة صعبة جدا وكان منتخب قوي جدا وصل بيه لضربات جزاء يعني قد ايه كان فيه تنافسية وبعد سنتين تقريبا حدث برضو نفس الموضوع وتوقع الناس كلها وتوقع الجميع خروج برضو مصر بين دور المجموعات بعد ما كان برضو الاستعداد وقتها للبطولة كان قوي جدا وكان معنا في المجموعة لو انا مش حنسى يعني كان الكاميرون بقيادة طبعا سامو القاتو لكن برضو منتخب مصر نجح انه هو يفوز على الكاميرون في دور المجموعات كان بربعية كمان في النهائي بهدف اخر كان يعني اخر لقب بقى في 2010 وكان وقتها مع مشاكل كتيرة جدا لمنتخب مصر وحضراتكم فاكرين وخروج امام كان الجزائر في تصفيات كسل عالم 2010 وغياب محمد ابو تريكا وده كان مهم جدا تواجده واستبعاد ميده مشاكل كانت كتيرة جدا جدا وجهها المنتخب واللي كان بيتكلم وقتها بمنطق كان هقولك مصر خلاص كده يعني مع السلامة يعني ما بلاش تحطه حتى امال لكن ده بقى اللي انت بالردع او يعني تأكيد لكلامك كالعادة برضو المستوى المهزوز ده قبل البطولة ادر بعدها الفرعنة او خيانوا منتخب مصر ان هم يرجعوا تاني في طريقهم للبطولة وينجحوا في تحيي اللقب على حساب وقتها كان غانا في النهائي بهدف يعني وقتها اطلقوا عليه هدف معجزة لانه فعلا كان هدف معجزة من يعني محمد ناجي جده من اللعيبة التقيلة جدا كان وقتها وقدر انه هو يخلينا نفرح يعني حقيقي فرغم تكلم بقى عن مستوى ضعيف مستوى متدني لكن فعلا الموضوع ملوش حسابات قوي يمكن بقى ناس تاخد الكلام ده دولت تقولك طب يعني كده فيه امل كبير احنا ما بنقولش ان المنتخب دلوقتي مستوى فنيا متدني لكن انت بتنافس برضو منتخبات دلوقتي مختلفة تماما عن المستوى الليو هنرجع لالفين وعشرة والبيك بتاعك والتواهج اللي كان عليه المنتخب وقتها بالاسماء الكبيرة كمان اللي كان بيدوم معها المنتخب لكن الموضوع مش تقليل مننا لكن المستوى التنافسي قوي هم اللي في البيك بتاعهم هم اللي في البيك بتاعهم صحيح أسف منتخبات كتيرة وقلنا عنها يعني الماتش اللي تتتكلم عليه عايز اقولك بعد الماتش ده تاني يوم او في نفس اليوم طلع الشعار اللي استمر معنا فترة عايز تهده هتلو جده فاكرها؟ اولا مش فاكرها أكل بس كان ماتش جامل جدا وجده مع أول يعني ثواني من نزول وعمل شعوازة في أرض المرعب اكيد تقول لنا مش يعني اكيد صعب ننسى موقف زي كده او ماتش زي ده تعالوا بقى نرجع ونقف تاني عند ماتش مبارح طبعا اللي انتهى بفوز مصر بثنائية نظيفة افتتح التهديف محمود حسن تريزيجيت ديها 33 من انفراد تام تقريبا وبعدها جاء الهدف التاني عن طريق عايشي مانولا شخصيا اللي هو حارس مرمى تنزانيا بالخطأ بطبيعة الحال في مرمى بعد ضربة من محمد صلاح طبعا حيكون لنا كلام كتير زي ما قلنا لحضراتكم في مقدمة حلقتنا النهاردة هنتكلم كتير عن هذا اللقاء وعن توقعتنا لكل ما هو قادم ان شاء الله خلال فقرتنا الحوارية خصوصا ان الماتش ده يعتبر هو البروفاء الاخيرة قبل الصفر للمشاركة في كأس الامم الافريقية يعني بالمناسبة النهاردة اللعيبة هيحصلوا على راحة قبل ما يتوجهوا الى كوندفوار بكرا ان شاء الله يوم التلات استعدادا للمشاركة في كأس الامم واكيد بنتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق وفي ماتش مبارع كان في مجموعة لقطات كتير لطيفة الحقيقة بص في لقطة عجبتني قوي كمان في المباراة وهي اللافتات اللي كانت مرفوعة من بعض الجماهير كان عليها زي شعار كده عايزين التمنى وهتهالنا يعني انا عجبتني بسرحة لفتت نظرنا كلنا الجملة دي لان ده بيفكرك شوية بيه اللي بيحصل في وقت الاهلي احنا مع كل يعني انتهاء البطولة بتخش البطولة اللي بعدها بتبقى هي كانت واضحة جدا بالمناسبة يعني وبتلاقي دايمن الجماهير بتطلوك باللي بعده يلا يا جماعة فيه ثقة انا بشوف كل ده يا كريم يعني خلينا نقول كده طاقة ايجابية على الاقل في فكرة ان انا يبقى عندي او اشوف كلاعب ان الثقة موجودة من الجميع خلينا بالحضراتكم خلينا نتكلم برضو بصراحة الموسم اللي فات ما كانش فيه هذه الثقة خالص يعني نتكلم بصراحة لا احنا ما كانش عندنا اي ثقة في المنتخب بالمناسبة وكنا بنسميه منتخب محمد صلاح بقى انا هتكلم بصراحة وكنا دايما بنقول هو محمد صلاح لو مش موجود المنتخب حيعرف اصلا يلعب ولا لأ وده كان على فكرة مشكلة او دي كانت مشكلة للمدير الفني وقتها لان المدير الفني لازم يشتغل ان ده ما اسموش منتخب حد مهما كان انا عندي لاعب عالمي بس ما فيش حاجة اسمها منتخب يبقى اسمه منتخب فلان لكن دلوقتي اللي انا شايفاه وعتقد برضو احنا كلمنا فيه قبل كده فيتوريا قدر ان هو يخرج من قصة منتخب محمد صلاح لمنتخب مصر انت عندك لعيبة محترفة كتير جدا بقيادة محمد صلاح وعندك لعيبة تقيلة جدا محلية بتلعب في اكبر اندية مصر فالمنتخب دلوقتي اعتقد ليه رؤية مختلفة فيه روح مختلفة وبالمناسبة لما كان فيه برضو تحميل مسئولية نجاح منتخب من فشل وعلى فرض واحد محمد صلاح هو ما كانش عارف يقدي وهو حتى كان وقته بيصرح ان انا بلعب مع ناس انا بلعب في فريق انا بلعب في منتخب انا مش بلعب لوحدي فصعب جدا ان احنا نحمل شخص نجاح او فشل منتخب كامل فاعتقد ده كان امر ايجابي جدا ان هو يبتدي كامل تالتي حتى او ثقافة حتى تتغير فدي نقطة ايجابية جدا تاني حاجة لتصريحات المختلفة اللي شفناها للعيبة اديتك ثقة كبيرة جدا ان اللعيبة خلاص كفاية اوة 13 سنة اللي احنا بعدنا عنهم دول عن مستوانة طبيعي خلونا نعود مرة تانية روي فيتوريا روي فيتوريا من المديرين الفنيين اللي احنا نرجع نقول فعلا اكثر من رائع ففيه توليفة كده خلينا نقول مع اهم نقطة وهي ثقة الجماهير اعتقد دي كلها ممكن يبقى لها مؤشرات جيدة جدا ليه بإذن الله هذا الموسم ان احنا نقدر نعيد او نستعيد امجدنا مرة ان شاء الله ناخد التمنى مع المنتخب بنقول عايزين التسعى بعدها وزي ما دايما بنطالب الجمهور بدعم المنتخبة احنا كمان بنطلب يعني او بنطالب المنتخب بيه التمنى اعتقد حق مشروع جدا عندنا تاني منتخب قوي لعيبة متميزة يعني مش ممكن احنا برضو نقول او نتخيل امم افريقيا بدون ما يكون منتخب مصر من ابرز المرشحين يعني الحظ اللقب يعني ولا ايه فحنت عندك لعيبة متميزة جدا عندك زي ما كنا بنقول محمد صلاح واحد من افضل عشر لعيبة في العالم فبالتوفيق ان شاء الله لسه يمكن مبارح الموضوع او الفنيات ما كانتش اروع حاجة لكن ده برضو مش مقياس اكيد ممكن يكون ده برضو عشان ودي لي حسابات معينة اما تخش بقى في اللعب الجد يبقى فيه رؤية تانية وده تاني اللي هنرجع نقوله كان برضو الثقافة او طريقة لعبة كابتر محمود الجهري فمين عارف ممكن تلاقي ده بيحصل فعلا فيه او مع بدء البطولة الناس كلها متعشمة بطبيعة الحال ان احنا نشوف ما يعني نجد ما يسررنا لما تابع ماتشاط ان شاء الله المنتخب المصري في هذه النسخة من البطولة احنا فعلا نستحق على الاقل على الاقل تقدير نتواجد في النهائي ان ما كناش كمان نستحق حصد اللقب لكن تاني هنرجع ونقول اه الدنيا ابتدت تتحرك عندنا الى حد ملحوظ في الفترة الاخيرة فيما تعلق بملف المنتخب لكن برضو نتيجة اللي شفنا الفترة الاخيرة في ناس كتير مجرد متعشمة حتى يعني لو الثقة عندها نسبيا مهزوزة الناس اللي هي شافت ان المرشاطة الودية اللي اتعملت ما كانتش كافية المنافسين اللي لعبنا من خلالهم ما كانوش هما الانسب عشان نقدر نعرف احنا وقفين فين بالزبط لكن اضعى في الايمان حتى لو الثقة مهزوزة لكن العشم موجود والعشم في محل وزي منها واندي بتقول لحضراتكم ده قعدت تفند لكم احنا فعلا عندنا عناصر قوة كبيرة جدا بتميز المنتخب المصري وان كانت مهمة المنتخب المصري المراضي هتبقى أصعب بكتير من اي مرة سابقى نظرا لحالة يعني مش عارفة أقولها لكم ازاي فيه استنفار على مستوى المنتخبات الافريقية واستنفار مش نفسي ومعناوي لا استنفار على صعيد اللعيبة احنا منتكلم على كتيبة مدججة بيها معظم المنتخبات اللي هتشارك في النسخة دي أسماء رنانة وكل اسم فيهم أتقل من التاني وأعظم ظهير أيصر على مستوى العالم وأفضل جناحة حاجات كده وضاع عظيم في المغرب وفي الجزائر وفي تولس